اشتركوا في القناة الترم التاني هنحلم مع بعض اسئلة المراجعة النهائية الخاصة بالترم التاني لامتحان اخر السنة وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول نكتب فيهم ونذاكر منهم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول نوع من الاسئلة هيقبلنا في الامتحان ان شاء الله هو true or false او صح وغلط فهيقولك put true او ضع علامة صح in front of the correct statement او امام العبارة الصحيحة and false او خطأ in front of the wrong statement او امام العبارة الخاطئة فاول العبارة بيقولنا فيها augmented reality او تقنيات الواقع المعزز augmented reality technologies او تكنولوجيا وتقنيات الواقع المعزز احنا عرفنا ان augmented reality اللي هو الواقع المعزز help to provide information بتساعد في توفير المعلومات to you interactively انها بتساعدك في انها بتوفرلك المعلومات بشكل تفاعلي interactively يعني بشكل تفاعلي دي true ولا false يا اصحابي طبعا دي المفروض true ثاني حاجة بيقولك when making a guess لما تعمل تخمين to solve a problem لعشان تحل مشكلة this guess التخمين ده is called بيسمى the hypothesis test the hypothesis test او اختبار الفردية واحنا عرفنا عن ايه الفردية او الhypothesis وده صح برضو true ثالث حاجة بيقولك your success نجاحك in solving a problem في حل المشكلة means you succeed in testing your hypothesis ان انت تختبر الفردية بتاعتك ده صح ولا غلط طبعا دي برضو true او صح you can copy scientific content انت ممكن تاخد محتوى علمي without the permission of the owner من غير تصريح المالك بتاع scientific content ده او المحتوى العلمي ده دي true ولا false يا اصحابي طبعا دي false او خطأ you can write your research انت ممكن تكتب البحث بتاعك without indicating من غير ما تحدد the source المصدر from which you got the information او منين انت حصلت على المعلومات دي طبعا ده false او خطأ لازم تقول source بتاع الانفرميشن بتاعتك six بيقولك every truth that a person leaves كل اثر بيسيبه كل شخص using the internet مستخدما الانترنت is known معروف على انه as digital citizenship او الموطنة الرقمية او defaults او خطأ طبعا هي اسمها digital footprint او البصمة الرقمية seven بيقولك skype او برنامج skype is an synchronized communication medium هي اداة من ادوات للتصوير ايد بيقولك you can write the email انت ممكن تكتب الايميل of the person الخاص بشخص you are sending the message اللي انت بتبعت له الرسالة to in the subject field في الخانة بتاعت السبجكت او بتاعت عنوان الايميل دي true ولا false طبعا دي false او خطأ nine بيقولك it is possible هو من الممكن to find information ان انت تلاقي معلومات about space science عن علوم الفضاء وعلم الفضاء and history والتاريخ on the interactive map maker platform فعلى منصة صنع الخرائط المتفاعلية ودي true ولا false يا اصحابي طبعا ال space science and history مش موجودين على ال interactive map maker platform او منصة صنع الخرائط التفاعلية فهنا دي false ten بيقولك planning before conducting any digital research تخطيت قبل عقد اي بحث رقمي is not important مش مهم طبعا دي false او خطأ eleven بيقولك in the hypothesis testing او في اختبار الفردية stage مرحلة اختبار الفردية يعني a guess is made about how the problem occurred الجس او التخمين بتعمل is made about how the problem occurred ازاي المشكلة حصلت طبعا احنا الجس بتاعنا ازاي نحل المشكلة او how to solve the problem مش how the problem occurred او مش ازاي المشكلة حصلت احنا بنعمل الجس ده او التخمين ده علشان نحل المشكلة فبالتالي defaults برضو او خطأ twelve بيقولك it is important او ان هو من المهم to break complex problems او ان احنا نقسم المشاكل المعقدة to small parts لاجزاء صغيرة when solving them لما نيجي نحلها طبعا دي true او صح thirteen بيقولك achieving digital citizenship تحقيق المواطنة الرقمية until asset rights and duties بيتضمن بعض مجموعة من الحقوق والواجبات دي true ولا false طبعا دي true او صح fourteen بيقولك information technology tools او ادوات تكنولوجيا المعلومات enable people of determination تساعد اصحاب الهمم to communicate للتواصل with teachers مع المعلمين and view school subjects وكمان ان هما يشوفوا ويذكروا المواد المدرسية بتاعتهم طبعا دي true او صح fifteen بيقولك you can communicate with an unknown person انت ممكن تتواصل مع شخص غير معروف over the internet على الانترنت without consulting any of your family members غير ما تسأل وترجع لحد من اي شخص من اشخاص اسرتك طبعا دي false او خطأ sixteen بيقولك one of the applications واحد من التطبيقات of synchronized communication is an instant video chat هي محادثات الفيديو الفورية and live tv programs وكمان برامج التلفاز المباشرة seventeen بيقولك it is important هو من المهم to have good manners ان انت يكون عندك سلوك جيد and educate واداب السلوك when dealing with others online لما سيجي تتعامل مع الاشخاص على الانترنت طبعا دي true او صح eighteen بيقولك idmodo digital learning environment او منصة idmodo اللي هي الخاصة بالتعلم الرقمي allows teachers بتسمح للمعلمين and students و الطلبة to communicate and learn online انهم يتواصلوا ويتعلموا على الانترنت طبعا دي true او صح nineteen بيقولك the interactive map maker او منصة صنع الخرائط التفاعلية is one of the safe sites هو واحد من المواقع الامنة for research and data collection ليه البحث وجمع البيانات طبعا دي true او صح twenty بتقولك facebook wikis and blogs facebook موقع الفيسبوك wikis ده موقع wiki and blogs والمدونات are among the unreliable sources او ضمن المواقع او المصادر غير الموصوق فيها طبعا wikis هي من المصادر الموصوق فيها لكن البلوكز طبعا المدونات فيها كويس وفيها الوحش والفيسبوك برضو بيبقى عليه بعض الحاجات الصحة وحاجات الغلط فبالتالي علشان wikis من المصادر الـ reliable مش كلها unreliable فبالتالي هنا دي false او خطأ twenty one بيقولك planning before conducting any digital research ان احنا نخطط قبل ما نعمل اي بحثة رقمي helps you access information بيساعدك ان انت توصل للمعلومات in an easy way بطريقة سهلة طبعا دي true او صح twenty two بتقولك simultaneous communication او الاتصال المتزامن او الاتصال المتزامن is appropriate when هو بيكون مناسب عندما it is between close family members اللي يكون الاتصال ده بين الافراد الاسرة مقربين طبعا دي true او صح twenty three بيقولك a synchronized communication is appropriate طبعا الاتصال غير متزامن بيكون مناسب when information is important لما تكون المعلومات مهمة requires وبتطلب repeat action فبالتالي دي true برضو او صح twenty four بيقولك when testing your hypothesis او عندما تختبر عندما بتختبر الفرضية بتاعتك it is necessary بيكون من الضروري not to do any test that puts you at risk ان انت متعملش اي اختبار يحطك في خطر طبعا دي true او صح تاني نوم الاسئلة choose the correct answer from the following options او اختار الاجابة الصحيحة من الاختيارات التالية في بيقولك في نومبر ون هنا you can see many archeological archeological sites او الكثير من المواقع التاريخية inside and outside ايجيبت في مصر داخل مصر وخارج مصر while you are at home بينما وانت في البيت buy عن طريق augmented reality الواقع المعزز ولا piracy القرصانة ولا digital footprint او البصمة الرقمية augmented reality او تقنية الواقع المعزز تقدر وانت في بيتك تشوف كل archeological sites او المواقع التاريخية ان ايجيبت وبرا كمان مصر او outside ايجيبت وانت في بيتك فدي الاختيار الصح فدي الاختيار الصح او augmented reality تاني حاجة بيقولك to provide the proposed solutions او علشان توفر الحلول المقترحة to solve the problem علشان تحل المشكلة of the computer speakers not working اللي خاصة بان السمعاء بذات كمبيوتر مش شغالة you must first انت لازم عليك اولا test the hypothesis ان انت تختبر الفردية ولا preparing the hypothesis ان انت تحضر الفردية الاول ولا verify the success of the test ان تأكد من نجاح الاختبار بتاعك طبعا اول حاجة لازم نعملها preparing the hypothesis او ان احنا نحضر الhypothesis بتاعتنا او الفردية بتاعتنا في number three بيقولك you should be careful لازم تكون حارس لازم تكون حذر when solving problems لما تيجي تحل المشاكل that may pose a risk to you اللي ممكن تحطك في خطر during the step during the ايه بقى hypothesis testing طبعا او اختبار الفردية step step يعني خطوة فهي لازم تكون careful لما تيجي تعمل hypothesis testing او اختبار الفردية خصوصا في ال problems اللي ممكن تحطك في risk او تحطك في خطر number four بيقولك while turning on the computer لما تيجي تشغل الكمبيوتر you found that it is not responding ان تلاعيتوا ان هو مش بيستجيب لين انت تشغلوا you guessed entertainment that there was a male function in the operating switch ان فيه عطل فيه ذر التشغيل this guess is called التخمين ده بيسمى طبعا ال assumption او التخمين ده بيسمى assumption او تخمين طبعا ما اسموش digital citizenship او المواطنة الرقمية ولا digital footprint او البصمة الرقمية ده اسمه assumption او افتراض او تخمين في number five بيقولك someone tracks your responses واحد يتعقب الردود بتاعتك on different social networks على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة it is cold بيسمى طبعا ده اسمه digital footprint او البصمة الرقمية الحاجات اللي انت بتعملها على اي موقع من المواقع وبيسيب اثر ده اسمه digital footprint او البصمة الرقمية number six بيقولك احمد wrote احمد كتب research paper او ورقة بحث on tourism in Egypt عن السياحة في مصر and he quoted part of the research هو اقتبس جزء من البحث from the Egyptian knowledge bank platform من منصة بنك المعرفة المصري as he must علشان كده هو لازم يجب عليه انه يبقى refer to publisher or authors in a research paper انه هو يشير refer to يعني يشير الى الناشر والمالك في ورقة البحث بتاعته or publish the research without referring without referring to the publisher انه هو ينشر الورقة بتاعت البحث without referring من غير ما يشير لـ publisher او الناشر الاصلي or share the research of others انه هو يشارك ابحاث الاخرين to sell it without their permission علشان يبيعه من غير التصريح بتاعهم طبعا الاجابة الصحيحة هي number one انه هو لازم يعمل refer لـ owner بتاع المعلومات اللي هو اقتبسها وحطاها في البحث بتاعه number seven بيقولك the note application the note application او التطبيق ده is used to conduct group video chat بيستخدم علشان نعقد محادثات الفيديو الجماعية skype والاجبشن نولدج بانك والاوجمانتد رياليتي طبعا سكايب احنا بنكلم هنا على application فهو skype application ده اللي بيعمل video chat حتى لو كان group video chat type eight بيقولك among the services ضمن الخدمات نقط provides is knowing the date and schedule of exams انه بيعرفك موعيد وجداول الامتحانات the website of ministry of tourism and ولا the website of ministry of health and population ولا the website of the ministry of education and technical education طبعا هو الثالث واحد الموقع الخاص بالمنستري وزارة education and technical education التعليم والتعليم الفني هو اللي بيوطح لك ان انت تعرف date و schedule of exams او جداول الامتحانات number nine بيقولك you can write the title of your message انت ممكن تكتب عنوان رسالة بتاعتك via email في الاميل اللي انت اتبعته in the field في خانة نقط خانة ايه بقى ايه بقى from ولا subject ولا attachments طبعا subject title بيتكتب في subject رقم number 10 بيقولك from reliable digital learning resources من مصادر التعلم الرقمية الموسوق فيها الموسوق فيها via the internet على الانترنت whatsapp application الطبيق الwhatsapp ولا the Egyptian knowledge bank بنك المعرفة المصري ولا facebook application طبعا the Egyptian knowledge bank وحنا مغمضين 11 بيقولك which of the following situation is appropriate for communication او الاتصال الرقمي ايه الموقف من الموقف التالية المناسب لي conduct the police to report an incident of theft انحنا contact the police انحنا اتصل بال police to report an incident 5 انحنا نبلغ عن حادث من حوادث السرقة ولا calling your colleague to find out the date of the schedule trip at the end of the year انت تكلم اصدقائك عشان تعرف مع تاريخ الرحلة معادة الرحلة بتاعت اخر السنة ولا calling your colleague to talk to him about topic you learned today in the school انت تتكلم عن موضوع عن موضوع you learned today انت تعلمت النهاردة في المدرسة number 12 او رقم 12 بيقولك it is a form of simultaneous communication او هي صيغة من صيغة الاتصال المتزامن via the internet عبر الانترنت which allows watching friends or your family in audio and video اللي بتسمح لك ان انت تشوف وتسمع اصدقائك فدائل instant messaging ولا الايميل ولا الفيديو chat طبعا فيديو chat لان انت هتسمعهم وتشوفهم audio video هتسمعهم وتشوفهم يبقى فيديو chat على طول simultaneous communication او الاتصال المتزامن is appropriate هم مناسب between people who don't know each other بين الناس اللي ما عرفوش بعض ولا between friends or family members ولا بين الاصدقاء وافراد الاسرة ولا between people ask you a question that requires thinking او بين الناس اللي بيسألوك اسئلة محتاجة تفكير طبعا هي ب between friends or family members 14 بيقولك the last step او الخطوة الاخيرة for instant messaging is الخاصة في الرسائل في الرسائل الفورية هي writing the message كتاب الرسالة ولا pressing send ان انت تدوس الرسال ولا pressing the contact list icon ولا انت تضغط على قيم ارقام الاتصال طبعا هي pressing the send icon دي last step ان انت بتبقى كتاب ترسال خلاص وتروح دايس على send 15 بيقولك when conducting a digital search لمتاقد بحث رقمي your outline must include الخطوط العريضة لازم تكون بتتضمن and introduction to the research topic مقدمة لموضوع البحث details far from the research topic تفاصيل بعيدة عن موضوع البحث ولا unreliable information ولا معلومات غير موسوخ فيها طبعا an introduction او مقدمة to the research topic خاصة بموضوع البحث بكده نكون حلينا بعض الاسئلة اللي ممكن ان شاء الله يجلنا منها الامتحان ودي اللي نزلتها الوزارة النمزج الاسترشادية الخاصة بامتحان الاي سي تي نهاية العام الخاص بالصف الرابع الابتدائي اتمنى تكون استفدت من حل الاسئلة دي مع بعض ما تنساش تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته